السؤال بي دابل اي بيقول لي الپاور اللي حضرتك حسبته الپاور اللي حضرتك حسبته حضرتك حسبته في السؤال اللي فات ان الپاور اللي استلموا السنو هو 108 وقت فبيقولي suggest one reason هو قال لي بيقولي بصراحة على فكرة الشمس اصلا بصراحة بتبعت اكبر من الرقم ده الرقم ده مش صحيح اللي انت حسبته السؤال اللي فات تعال نفهم يا ولد بكل بساطة حبيبي قدي الرود ده الرود واتفقنا ان الرود عليه طبقة من السنو طبقة من السنو ودي الشمس الشمس بتبعت الرادياشن هو الرادياشن ده اللي هيسيح ايه هيملت السنو انت قلت ان السنو استلم كام 180 واط من الشمس ده اللي انت قلته تمام لما جينا حسبنا لقينا الرقم فعليا اكبر من كده ممكن تقول لي اسباب عندك اقتراحات لهذا الشي انا اقول لك كذا حاجة رقم واحد الهيت اللي واصل السنو يا ولد شوية منه الرود بياخده ما هو الرود ما هو الرود لمس السنو والاير اللي حوالين السنو كمان بياخد حبة غير كده السنو يا ولد ابيض ناصع البياض عشان كده بعض الريفليكشن بعض اللايت ريز يا ولد بترفلكت السنو ما بيستفدش منها اصلا يبقى لما يجي اسألني ليه الرقم الفعلي ليه ليه الباور الفعلية اللي وصلتني من الشمس اكبر من المية وتمانين واط اللي حضرتك حسرتهم انا هقول له بكل بساطة thermal energy lost to the air and some radiation are reflected back الماركس كيمينة يا ولد جايب حاجات ظريفة جدا بيقول لي thermal energy lost to something specific يعني يتقول له area يتقول له road يتقول له surroundings وتقول له reflected يعني الموضوع ده كله عليه درجة واحدة بس